ولان نتحول إلى نيويورك لنتابع جانبنا من هذه الجلسة المخصصة لبحث الوضع في الشرق الأوسط وهذه كلمة لمندوبة قطر فينا وهو ما يتطلب انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجلان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ان السبيل الامثل لتحقيق هذه الغاية هو التفاوض بين الجانبين ولهذا ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ ما يمكن لتيسير عملية السلام وتسوية جميع مسائل الحل النهائي سيد الرئيس ان مسألة القدس هي من اهم مسائل الحل النهائي ونؤكد ان اي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة ومحاولات تهويدها وتقسيم المسجد الاقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيها هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلاة وما يبعث على القلق استمرار تلك المحاولات واخرها اقتحام مئات المستوطنين الشهر الجاري للمسجد الاقصى لقد ادانت دولة قطر هذه الاعتداءات بشدة باعتبارها انتهاكا صارخا للقالون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم ولهذا فمن الضروري ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الاخلاقية والقانونية حيال حماية الشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته الدينية وترحب دولة قطر باعلان حكومة استراليا الغاء الاحتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل وتعتبر ان من شأن هذا القرار الذي يتسق مع الاجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ان يدعم المساعد الدولية لتحقيق السلام ويعزز من فرص حل الدولتين سيد الرئيس تواصل اسرائيل سياسة الاستيطان غير المشروع وسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين المتمثلة بضم اراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدمها واستخدام العنف المفرط والاحتقالات التعسفية وذلك في ظل استمرار دورات العنف والتصعيد التي تحتم بذل مزيد من الجهود نحو تحقيق السلام المستدام ان قطاع غزة يعاني بشكل خاص من الاثار الانساني المؤلمة نتيجة التصعيد العسكري والحصار المستمر المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 15 عاما وتواصل دولة قطر جهودها لتقديم الدعم الانساني بهدف تحسين الظروف المعيشية بسكان القطاع وذلك ضمن دعمها المستمر وتضمنها مع الاشقاء الفلسطينيين سيد الرئيس ترحب دولة قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على اعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من اجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها خطوة ايجابية في طريق الوحدة الوطنية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كما تعبر عن تقديرها البالغ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشغيقة على دورها في ذلك وختامنا السيد الرئيس تستعد دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ان هذا الحدث التاريخي يعتبر فرصة لترسيق قيم السلام والتعايش ونأمل ان ينعكس ايجابيا على حالة السلم والامن في المنطقة وشكرا لكم السيد الرئيس اذا كان هذا نقل لجزء من وقائع جلسة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط حيث تحدثت في هذا الجزء الذي قمنا بنقله من دوبة قطر في مجلس في هذه الجلسة وخصصت بالحديث عن الوضع في فلسطين وتحدثت عن أخطار ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هناك من المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وإدانة الأقضحامات التي يقوم بها المستوطنون بحماية الاحتلال للمسجد الأقصى وأيضا عبرت عن ترحيب قطر بإعلان الجزائر للمصالحة بين الفلسطينيين وأيضا تحدثت عن حصار قطاع غزة وضرورة كسر هذا الحصار وتقديم المساعدات اللازمة وتحدثت عن دور قطر في هذا المجال أيضا تحدثت عن ترحيب قطر للموقف الأسترالي بإلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ترجمة نانسي قنقر